هنا بني أول شارع في بغداد قبل أكثر من مئة عام رأى شارع الرشيد في بغداد النور لأول مرة فمن هنا مر أبرز أدباء العراق وشعرائه ومثقفه وحتى سياسيه ولطالما تزود مرتدو شارع الرشيد من مختلف العلوم والآداب والفنون التي زينت طرفي هذا الشارع العريق لكن حل شارع الرشيد مختلف كليا عما كان عليه سابقا فما عاد حاضره كماضيه بعد إنهجره معظم من كان هنا ليتحول إلى شارع أشباح كما يقول سكان بغداد من بداية من 2003 إلى حتى الآن عمّت الخراب في كل مناطق بغداد ومن ضمنها أهم الشارع الرشيد رغم أنه حالياً أمانة بغداد القرار الأخير الذي صدرته أنه يجب أن تكون كل الإعمار أو كل بنايات عدمات تجدد تجدد على طراز البغداد القديم لكن ماكو التزان وحولت أكثر المقاهي الأدبية إلى محلات خاصة بالرياضة أو خاصة بالكماليات أو مسائل أخرى إهمال شارع الرشيد من قبل السلطات الحكومية هو إهمال متعمد وتدهر ملامحه معد له سلفاً كما يرى عدد من سكان بغداد شارع الرشيد من أكثر الشوارع التي تعرضت إلى الإهمال وإلى مكبات من النفايات لسبب بسيطة أنا حسب ما أعتقد أنه شارع الرشيد معلم حضاري ومدني يحاولون يطمسون كل شيء مدني وكل شيء حضاري بالعراق هذه الأحزاب والسلطة الموجودة والأحزاب التي تتقودها هذا مهمته بينما يحمل آخرون الحكومات المتعاقبة مسؤولية يعادة الحياة لواحد من أهم وأشهر شوارع بغداد المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة العراقية اعتبارها هي الحكومة التنفيذية هي من تمتلك الأموال وهي من تقرر ماذا يكون وماذا لا يكون ويطالب رواد شارع الرشيد الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ واحد من أكبر المعالم الثقافية والتراثية الشعبية وما بين المطالبات الشعبية بأعادة الشارع إلى أيام زهوه والوعود الحكومية بإعادة ترميمه يظل حال شارع الرشيد كما هو عليه حتى إشعار آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر